السلام عليكم ورحمة الله لكم من الموجز الرياضية حظيت بعثة منتخبنا البطني للكرة الطاولة باستقبال رسمي وذلك بعد عودته من العاصمة الأردنية عمان ومشاركته الإيجابية في البطولة العربية للرجال وصيرات والتي حصل خلالها على 11 من دالية بينها برونزية وذهبية واحدة وفضية واحدة وتسع برونزيات وكانت في مقدمة المستقبلين الشيخ حيات بن تعبد العزيز الخليفة عوض المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة والتي عبرت عن فخرها واعتزازها بما حققه لعبو المنتخب وتمنية المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة